إلى ليبيا تتوقع ليبيا أن انخفض إنتاجها النفطي بمقدار 200 ألف برميل أخرى يوميا خلال الأسبوع المقبل إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط شركة الواحة ستخفض الإنتاج في خطي النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب أعمال الصيانة إلى جانب الإمدادات المفقودة من إغلاق حقل شرارة التي ستؤدي الخطوة الليبية الجديدة إلى خفض الإنتاج الإجمالي إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا